فريقنا بيواصل وبيختتم استعداداته لمباراة حرص الحدود بكرة إن شاء الله في الدوري المنتاز مباراة كلمتم فيها مع حضراتكم من بارح وقلت إنها مباراة مهمة جدا هتفرق كتير في مشوار الأهلي في استعادة درع الدوري النجاح والفوز بالبطولات عمره ما يؤثر على النادي الأهلي لازم نلعب ونكسب قدام فريق مجتهد ومحترم وبيقدم مستويات كويسة في الفترة الأخيرة معندوش ضغوط بالمناسبة بلعب قدام الأهلي الباك رايت هتلاقيه عايز يموت نفسه عشان يخلي معلول ما يعديش ويرفع أوفر الباك ليفت نفس الكلام هو ده لو معلول لاح بيعني بكرة وبالتالي اللي أنا عارفه واللي جيلنا من النادي وزي ما حضراتكم هتشوفه استعدادات جدية في التدريبات بقيادة هذا الرجل مرسيل كولر وجهازه المعاون حالة كبيرة جدا من التركيز على المباراة إن شاء الله فوز النادي الأهلي يا رب يا رب أنا دايما بقول لحضراتكم كرة القدم فيها ثلاث نتائج النتيجة الأولى يعني الفوز أو المكس الفوز أو الهزيمة أو التعادل أنا معرفش إيه اللي هيحصل بكرة ولكن اللي أنا متأكد منه نحن هنشوف 11 لعب أي مكانة الأسماء اللي حيلعبوا 11 لعب يموتوا نفسهم ويجتهدوا أشد الاجتهاد النتيجة دي بتعت ربنا مش الكلام ده أنا هقوله مع الوداد ومش هقوله مع حرص الحدود لا زي ما بتكلم مع الوداد هتكلم عن حرص الحدود إن شاء الله فوزنا يكون دليل إن ما فيش حاجة اسمها خدنا بطولة كبيرة أو حنريح أو حنكسل إن شاء الله مش هيحصل أو الأداء ممكن يعني ها يتأثر أو يكون فيه ثقة زيادة إن شاء الله ده مش هيحصل زي ما بقول دايما الحرص زي الاتحاد زي بيرامدز زي الزمالك زي أمبي زي فيوتشر كلها ثلاثة نقاط مباريات مهمة في مشوار الدوري أنزل أنا لو أنا لعيب حنزل الملعب عندي هدف واحد فقط وهو الإجتهاد والإجتهاد والإجتهاد حتى أستطيع الفوز والعودة لصدارة الدوري مع الفوز في كل المباريات المؤجلة لأن بطولة الدوري السنة دي لها أهمية خاصة جدا جدا عندنا كلنا جمهور الأهلي زعلنا سنتين فعايزين نفرحه هتقولي بطولة أفريقيا هقولك لا بطولة أفريقيا انتهت بطولة أفريقيا أصبحت في الدولاب إحنا دلوقتي هنتكلم عن الدوري العامل مصر مش من دلوقتي إحنا بقى أننا يومين ثلاثة عاملين هذا الأمر فجمهور الأهلي لازم يفرح ويكمل احتفالاته إحنا دلوقتي كلنا بما فينا الجمهور موقفين احتفالاتنا لأن عندنا طريق في استعادة الدرع إحنا البطولة اللي بناخدها بننساها وبننظر لما هو قادم الأهم في مباراة بكرة مع حرص الحدود الثلاثة نقاط إن شاء الله أداء يرضي الجميع